نفذ الجهاز الوطني للإيرادات 495 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين وذلك خلال شهرين يناير وفبراير لألعام الجاري وتم تنفيذ هذه الحملات من منطلق حرص الجهاز الدائم على تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وقد أسفرت الحملات التفتيشية خلال الشهرين الماضيين عن رصد عدد من المخالفات التي استوجبت فرض غرامات إدارية وفقا لقانون القيمة المضافة والانتقائية إلى جانب رصد عدد من شبهات التهرب من القيمة المضافة والانتقائية والتي قد تستوجب غلق بعض المحال تحفظيا وبناء عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بإصداد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت المخالفة وتأتي تلك الحملات كجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاحتيادية التي تتم باستخدام الوسائل المتطورة وأحدث الآليات مما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق المحلية والتصدي لكل ما هو مخالف